مرحبا أصدقائي من جميع المناطق والدول سنقرأ لمولود برج الثور أتمنى لك حط سعيد من كل قلبي على جميع الأصعدة لأنك تستحق يا صديقي برج الثور كل الحب والتقدير طبعا يا أصدقائي لا تنسونا بالاشتراك في القناة وهم حاجة تفعيل زر الجرس عشان نكون على مباشر مع بعض بإذن الله تعالى ولا تنسوني من اللايك طبعا يا أصدقائي القراءة راح تكون لشهر 11 نوفمبر 2022 إن شاء الله الحظ يدعمك على جميع الأصعدة كانت عاطفية أو مالية أو اجتماعيا وتقدر تحقق كل الأمور التي تسبق إليها من طموحات أو أحلام ودائما يا صديقي برج الثور لكل مشتهد نصيب وإنت ما شاء الله عليك دائما مشتهد ومثابر ومصر أنك تحقق أهدافك رغم أنه بعض الأحيان بتواجهك بعض العقبات والعراقيل اللي بتأخر من تقدمك وخصوصا أيضا نظرة الغيرة والحسد من الأشخاص وخصوصا الأصدقاء المقربين منك في ناس كثير بحكولي يعني أنا على شو بدي أن حسد ما عندي إشي إذا أن حسد عليه وقلوا مين قل لك أنه يعني الشغلة هي أنه كان معك مصاري هيك بتنحسد أو لا ممكن يحسدك على محبة الآخرين إلك ممكن يحسدك على ذكاك الزائد ممكن يحسدك لأنك قيادي من الدرجة الأولى ودائما لما تكون مجموعة ناس بكون رأيك هو اللي مسيطر لأنه بكون أفضل رأيك الله يحماك من عيونهم ويحماك من كل شر بإذن الله تعالى طبعا للتواصل على طريقة الواتس أب بتلاقوا رقم الواتس أب تحت اسفل فيديو بصندوق الوصف ومراتا بكتبه في التعليقات لنرى شو بخبالكم بإذن الله تعالى بشهر 11 ستدرك جيدا أنه ليس كل ما يلمع ذهبا كاف يعني في الكثير من الأمور اللي رح تتزين أمامك وتحس أنها يعني رح تكون فيها فايدي إليك أو بتعود إليك بالنفع أو الدخل المادي وحتى كمان في الأمور العاطفية في شخص يعني بتلاقيك يعني معجب به كثيرا ولما تتقرب منه رح تلاحظ أنه يعني مش الشخص اللي كان بمخيلتك أو زي القصص اللي قلنا نسمعها زمان مش فارس أحلامك لنكمل يا أصدقائي تزداد إعجاب الناس بك ورح الكثير من حولك أنهم يتقربوا منك ويحاولوا أنهم يستمدوا الطاقة منك اللي هي الطاقة اللي أنت بتبعثها اللي هي دائما متفائل عندك ابتسامة رائعة جدا ومستحيل مولود برج الثور يبين أنه زعلان أو أنه متنكد وأشياء من هذا القبيل لأنه بدرك جيدا الشكوة إلى غير الله مذلة وهذا الموضوع ممتاز جدا وبصب بصالحك وبخلي الناس اللي من حولك دائما ينظروا إليك أنك أنت شخص يعني ناجح وعايش حياتك علما داخليا عندك مشاكل كثيرة وخصوصا مع أفراد العائلة وأيضا في الأمور المادية أحيانا الحظ بيكون بخالفك بسبب كرمك الزائد وعطاءك للآخرين دائما يا صديقي برج الثور كنصيحة بعد نفسي بعز صاحبي يعني أنا معي مبلغ بسيط أروح يعني أعطي له شخص وأنا أسير صفر هذا الشخص لما تحتاجه هو رح يبادلك نفس الشعور إثق تماما إنه مش رح يبادلك نفس الشعور يا صديقي يا برج الثور فكما تعامل عامل كيف يعاملك الشخص اللي أمامك أنت كمان عامل على نفس المبدأ لنكمل يا أصدقائي تزداد رغبتك كمان في السفر إلى مكان بعيد إلى دولة أخرى لأنه الشعور الداخلي تبعك إنه طموحاتك وأحلامك ما بتقدر تحققها للدولة اللي أنت قائم فيها وحتعزز هذه الفرصة في التواصل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك والواتس أب مع أشخاص أنت بتعرفهم إنهم يبحثوا لك على فرصة عمل بالبلدان اللي عندهم بس إثق تماما إنهم ما رح يبحثوا ولا رح يدوروا علما يا صديقي يا برج الثور أنت يعني بتكون يعني ممثق فيهم كثير وما اعتبرهم من أعزل أصدقاء عندك واللي بجدولة بس دائما ما بحق جلدك غير ظفرك ما في حدا رح يجي ويحق جلدك أما أنت بتقدر تحق جلدك شو المقصود عندي أنت اللي ابحث عن هذه الفرصة لأنه فيه فرص رائعة جدا بس بدها بحث منك عطريق المواقع والبحث عن الشركات رح تلاقي كثير من الشركات طالبين موظفين أو عمال أو أشياء من هذا القبيل وبدخل المادي جيد جدا وهذه الفرص رح تتاح أمامك حاول استغل قوة الحظ معك بهذا المجال بس بيضل عليك شغلة واحد زي ما حكيت لك اللي هي البحث على مواقع الشركات اللي طالبه موظفين في الأمور العاطفية المعجبين كثر بك يا صديقي يا برج الثوار وخصوصا على أناقتك الزايدة ودائما تطلع بإطلاله رائعة جدا اللي مليئة بالطاقة الإيجابية وزي الوردة اللي مفتحة هذا الموضوع يخلي كثير من الأشخاص يطلعوا عليك نظرة الإعجاب وخصوصا من الجنس الآخر يعني الجنس الآخر يعني كان بسمعني ذكر فالمعجبين رح يكونوا أنثى وذا كانت تسمعني أنثى فالمعجبين رح يكونوا ذكر لنكمل يا أصدقائي هذا الموضوع رح يخليك أنه يعني فرص العاطف فيه كعلاقات جديدة كثيرة جدا بس عندك أنت اللي هو داخليا مش حاسس أنه فيه حدا قادر أنه يكملك كيف يعني يكملك يعني اللي هو الشريك الحياة المستقبلي ليش اسمه شريك لأنه هو التكميل تعيته وإنت كمان التكميل تعيته هذول المعجبين ما رح تلاقي فيهم حدا اللي يسكر هذا الموضوع والخمسين بالمئة اللي أنت بدك إياها اللي هي التوفاي حاول استيقيا برج إثر أنك تستخدم أسلوب اللي هو لما تتعرف على شخص تحط النقاط على الحروف من أول لقاء لأنه بالأول لقاء أنت شخص ذكي جدا ومحل بارع وقادر أنك تعرف الشخص اللي أمامك من الداخل من الخارج دائما يعني الواحد بتتعرف عليه أول مرة إثق تماما رح يعطيك أحسن ما عنده ورح يحكي معك بأسلوب يعني بتحسه ملاك نازل من السماء بعد فترة بلش يتغير ويرجع لطبيعته وأصله فأنت عشان تبعد عنك المسافات فحاول من أول لقاء لك تحط النقاط على الحروف ولما تستمع لحكيه انصط إليه جيدا وحلل كلامه ويقرأ ما بين السطور وانت قادر هاي القدرة عندك يا صديقي يا برج الثور للمتزوجون هناك تحديثات منزلية مثل أثاث البيت أو دكور المنزل وأشياء من هذا القبيل أو تحديث المركبة كل واحد حسب دخله المادي ورح تحلل كثير من الأمور من الخلافات اللي كانت معلقة بينك وبين اشتريك بالفترات الماضية هذا الموضوع بعطيك قوة كبيرة جدا ودعم أنه الارتياح الداخلي والعائلي هسا الواحد كان متريح ببيته وراحته النفسية ممتازة اثق تماما هذا من أحد مفاتيح النجاح تعيد الحياة لأنه ما بكون حدا مشوش على فكره أو دهنه أو أشياء من هذا القبيل وبتمنى لكم دائما السعادة والمحبة من كل قلبي اللي عندهم شريك حياة مستقبلي كيف يعني شريك حياة مستقبلي يا أصدقائي يعني شخص بكون متفقهو شخص عزواج بإذن الله تعالى القريب العاجل وليس الآجل هذا الشخص اللي هو الشريك المستقبلي رح يكون هناك بعض الخلافات بينك وبينه وخصوصا أنه موعد الزواج اقترب بينك وبينه هذا موعد الزواج حاول يا صديقي يا برج إثور إنه تلتمس لأخيك عذرا كيف يعني استمع له جيدا وشوف شوف عنده حجة بده يحكيها زي ما حكيت لك أنت ذكي جدا وقادر إنك تعرف إذا كان صادق بنيته أو مخادع وبحاول بس إنه عملية الفرار أو التأجيل أشياء من هذا القبيل وخصوصا إنه في لقاء بينك وبينه بقى واخر شهر 11 اللي هي يعني بعد عشتين الشهر 11 بإذن الله تعالى استغل هذا اللقاء إنه يصب بصالحك وتقدر إنك تكسب كل المعلومات اللي حاب إنك تعرفها والأسئلة التي تدور في بالك وفي رأسك بالأمور المهنية القائمون على عملهم يبدو الموضوع رح يكون جيدا جدا عندكو وهناك تقرب من رؤسائكم في العمل وانتو وانتو بالاتجاه الصحيح وخصوصا إنه رؤساكم في العمل بركنوا عليكم بكثير من الأمور وبيشوروكم بعدة أمور اللي بتدفع بالمصلح العامة إلى الأمام وانت ما شاء الله عليك ما بتبخل عليهم لا بأي نصيحة أو بأي معلومة بس من ناحية أخرى زملائك في العمل بلش يطلعوا عليك نظرة الغيرة والحسد حاول إنك تأخذ حذرك منهم والله يحماك بحمايتهم ما بحب أن أطول بالحلقة أكثر من هيك على ما تدحك توقعاتكم تولي أكثر من ما بتتخيلوا حتى لأنه في كثير أمور ما حكيتها أتمنى لكم دائما حض سعيد وان شاء الله مع محمد الزين رح يكون القادم أفضل وأفضل بإذن الله تعالى أتمنى لكم كل الحب والتقدير من كل قلبي